أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشم والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وبضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأطيم الوزن بالقسط ولا تقصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات اللكمام والحب ذو العصر والبعيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان والفخار وخلق الجانب من مالج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المضربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما العلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما العلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجهر ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما تكذبان ونحاسن فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرفون بعضاها والآلاء ربكما تكذبان ونحاسن فبأي آلاء ربكما تكذبان هي距禲 جهنم انتصر وجذبان يعرف المجرمون ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبlage حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذبات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه معينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما من كل فاكهد زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش من بطائنها من إذ ثبرر وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليابوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جلاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حرور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يكنثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرق حضرين وأبضرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارت اسم ربكما جلال والإكرام صدق اللہ العظيم سورة ملک پڑھنے اور سننے سے رزق میں دکان میں مکان میں زندگی میں بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں اس لیے اس صورت کو پورا لازم سمات فرمائیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليقلوكم من يكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تخاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قررتين یا خلق إليک البصر خاصیاً وهو حسین ولقد زیننا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشیاطین واعتدنا لهم عذاب الصعید وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصید اذا القوا فيها سبعوا لها شيخاً وهي تخور تكاد تميز من الغیر كل ما ألقي فيها خوج سألهم خزنتها ألم يهتكم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتم إلا بي ظلال كبیر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعید فاعترفوا بذنبهم فصحفاً لأصحاب الصعید إن الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبیر وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَبِذْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاكِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَنُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا بِرْزِقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أَأَمِنتُمًا فِي السَّمَاءِ يَأْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ أَمْ أَمِنتُمًا فِي السَّمَاءِ يُرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَ لَنْ يَرَوْ إِلَى الطَّيْنِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِرُ مَا يُنْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنُدٌ لَكَمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورُ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْبَهُ بَلْ لَجْءُ فِي عُتُوبٍ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي بُكِبًّا عَلَى وَجْهِ أَهَدًا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَاجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَالَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَوْلُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ تَنْسِي أَتْهُجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَقَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَا أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْنًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوْزِينَ